عالم الويب باب هذه الحقيقة الصورة مظهورش انها قديمة ولا جديدة وذاك عليش البارح مشيت شخصيا في زيارة استطلاعية للخط او للشبكة الحديدية السريعة من تونس ذهابا وايابا حتى البوغاتفة وثم في العودة كيف كيف والحقيقة الحاجة المؤسفة اللي لقيتها في القطار هذا انه الصورة الثانية للشوباك هذاك التقطت انا البارح في قطار الارفاركي ما قاعدني تتفرجوا فيها لبلار اخر وشوباك تم تهشيمه بواسط الرشق بالحجارة ويقولوا انه الحادثة صارت وت البارح في الليل في النهار الثاني من تشغيل قطار الارفار على الخطة ذاية اللي طوله تقريب سبعة كيلومتر انذكروا هوني اللي كلفة كل ترانع ارفار هي 12 مليار و 500 مليون حسب ما كان اكدوا الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة سيد لطفي شوبالي كان ضيف المتينال بعد تدشين المشروع هذية وقال انه تم اقتناء 28 ترانع من مزود كوري جنوبي كل ترانع في اربع عربات قيمتها 350 مليار وكل ترانع يهز 2400 مسافر لحقيقة حتى المواطنين اللي كنت تتحدثنا معاهم من منطقة بوغاتفا ومن منطقة نجاح وحي الطيران استنكروا كلهم الحوادث هذية وطالبوا بتجديد الرقابة اكثر في المحطات اللي هي موجودة فيها دي جاء اعوان الامن وفي كل قطار نلقاه على الاقل ثلاثة اعوان امن بزيهم النظامي موجودين وقاعدين لامن وتوا فيها السفرات لكن مع الاسف بتبيعة مش ممكن انه الحماية ذي تأمن الترانع من الخارج وخاصة في الليل في الاحياء هذه ونتم تقريبا في كل مرة رشق القطارات بالحجارة وكما يشوفوا قاعدين فما الحجارة اللي جي في البلار وتتسبب في تاشيمو ونذكر زي دليل قطارات هذه فها ميزة خاصة هو انه مش ممكن انه البلار يتبدل آليا فالبلار كيبش يتبدل ياخو وقت ويتسبب هذا في تعطيل القطارة ذاكا وبالتالي تعطيل السفرات والمسافرين على قضاء شؤونهم نذكر زي دا اللي المشروع هذي كان تعطل وكانوا استناوه برشا الاهيلي اللي مايحبوش لحقيقها يراهوا صور كيما هذي وعبروا كلهم على رفضها عشرة سنين قعد المشروع هذي بشدش النهارة الاثنين اللي فات وكانت والسفرات فيه هي مجانية حتى النهارة لحد في انتظار انه تكون بتذكرة سومها مواحد وهو سبعمائة مليم بداية من هالاثنين الجاي سبعة وعشرين مارس اشتركوا في القناة